وصلت وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلعي الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمية وتمكنت الداخلية خلال 24 ساعة من ضبط 337 قضية تموينية بمضبوطات بلغت أكثر من 85 طن مواد غذائية وغير غذائية وفي مجال حجب السلع الاستراتيجية تم ضبط أكثر من 5 أطنان من السلع الغذائية بالإضافة إلى ضبط 49 طن سلع غذائية وغير غذائية في مجال الاستلاء على السلع المدعومة وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمية تم ضبط قربة 31.5 طن سلع غذائية أما في مجال قضايا المخابز تم ضبط 417 قضية من بينها 105 قضايا خبز ناقص الوزن و128 قضية خبز غير مطابق للمواصفات ترجمة نانسي قنقر